اشتركوا في القناة صافح الرئيس العراقي جلال طالباني وزير الدفاع ورئيس الحزب العامل الإسرائيلي إيهود باراك خلال مؤتمر الاشتراكية الدولية في العاصمة اليونانية أثناء إلا أنه أوضح أنها كانت تلبية لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن المتوقع أن تعقى جلسة قصيرة بين الاثنين أكد وزير المواصلات الإسرائيلي شؤول مفاز بأن صفقة تتبادل الأسرع بين إسرائيل وحزب الله سوف تعقد خلال الأسبوعين القريبين وقد أفاد أنه سواء جرى ذلك في الحادي عشر أو الثاني عشر من تموز فإن ذلك لا يهم المهم هو أن نحقق ذلك بأسرع وقت ممكن باستعادة الجنود المخطوفون إيهاد غورفاسر وإلداد ريجر صدر أمس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون حول تنفيذ القرار 1701 وتم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الدولي لكنه لم يسرب إلى وسائل الإعلام بالرغم من تزايد الأنباع التي تشير إلى أن الأمريكيين والفرنسيين يدفعون بأن تتحرك مجددا لإيجاد حل القضية مزارع شبع المحتلة اقترح اليوم بنك إسرائيل المركزي بأن نسبة العمولات المختلفة الموجودة في جميع البنوك تنتقل إلى المستهلك بتقرير مقدارها وذلك لفرض أسعار عمولات تتلاءم وإحتياجات المستهلك من إنفو لايف تيفي كانت معكم عناب حلبي من القدس طبط أوقاتكم وإلى اللقاء